ترجمة نانسي قنقر تكلمت عن قيم العمل والأبعاد الثقافية والدينية كما تكلمت عن بعض المعوقات في بلادنا العربية التي تقف أمام طريق النجاح نعم أحد أهم أهداف هذا المساق كان إقناعكم بأن النجاح ليس ضربة حظ لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة أي أن الوصول للمجد والنجاح ليس أمرا سهلا بل هو نتيجة جد وتعب ونضال تلك هي السنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وقد يسأل سائل لقد ذكرت الكثير من القصص حول أهو ناس نجحوا عبر التعب والجهد والعمل الجاد ولكن ألا توجد قصص أخرى حول أهو ناس نجحوا عبر مجرد الحظ أو الواسطة؟ الجواب نعم توجد هكذا قصص ولكن غالب الناس ليس هذا هو حالهم وإن لم يتوفر لك الحظ أو الواسطة فاسعى نحو زيادة حظوظك واجعل جهدك واسطتك لنعود الآن إلى المحاور الستة غير نفسك الحياة حلوة خطت صح لا تنسى الأهم أمام المهم أنت لست جزيرة وصادق أصحاب الهمم فكرت كثيرا في هذه المحاور الستة كما فكرت في السؤال التالي ما الذي قد يمنع الإنسان من تطبيق هذه الخطوات؟ ما هي المصبطات والمعوقات؟ أو بطريقة إيجابية؟ ما الذي يحفز الإنسان أن يطبق هذه الخطوات الستة؟ تشير بعض الكتابات أن الإنسان الذي يعمل بجد على تطبيق هذه الخطوات هو الإنسان الذي يتميز بقوة ذهنية ماذا نعني بالقوة الذهنية؟ وما الذي تستطيع أن تفعله لتتميز بهذه الصفة؟ عرف بعض الباحثين القوة الذهنية بأنها تلك الميزة النفسية الموروثة أو المكتسبة التي تمكن الإنسان من الوقوف أمام الصعاب بطريقة ثابتة عبر سيطرتهم على ثلاثة أمور سيطرتهم على الأفكار سيطرتهم على المشاعر والأحاسيس وسيطرتهم على السلوكيات الأفكار بمعنى تطوير قدرة على اعتماد أفكار منطقية ولكن متقبلة للتغيير تبعد عن الأوهام والخرافات والمخاوف مشاعر وأحاسيس عبر تطوير ذكاء عاطفي يجعل الإنسان يمتلك القدرة على التعاطف والإحساس والتفاعل الإيجابي مع النفس ومع الآخرين دون أن يكونوا خاضعين لتلك المشاعر والأحاسيس السلوكيات بمعنى قدرتهم على اعتماد سلوكيات في حياتهم تعكس نظرة إيجابية منفتحة متقبلة للتغيير متفهمة لحاجات النفس وحاجات الغير ما هي مظاهر القوة الذهنية التي أتكلم عنها أو كيف نستطيع تطويرها إليكم بعض الإشارات أو السلوكيات التي تعكس قوة ذهنية فكروا كيف تطبقوها في حياتكم وفي أعمالكم أولا الناس الأقوياء ذهنيا لا يضيعون أوقاتهم في اجتذاب شفقة الآخرين بعض الناس تديهم مهارة سلبية في استدراج شفقة الآخرين المدير لا يحبني الظروف تعاندني جهودي لا تثمر مهما فعلت لم أستطيع الإنجاز أنا فاشل أنا حزين كل هذه العبارة هي إشارة إلى ضعف القوة الذهنية ينبغي التحوط منها ثانيا الناس الأقوياء ذهنيا لا يركزون على الأشياء التي لا يستطيعون تغييرها يضيع بعض الناس أوقاتهم وأوقات شركاتهم وعائلاتهم في الحديث حول أمور خارجة بالكلية عن سيطرتهم مثل أمور السياسية الكبرى والمشاكل الاقتصادية العالمية أو أحوال الطقس أو قد يضيعون أوقاتهم في محاولة تغيير أمور في نطاق عملهم خارج عن سيطرتهم مثل شخصية المدير كيف لك أن تغير من شخصية مديرك هذا خارج عن سيطرتك اعمل على تغيير ما تستطيع تغييره ولا تحاول أن تهم نفسك أنك إذا تكلمت عن تلك الأمور التي لا تستطيع تغييرها فإنها ستتغير ثالثا الناس الأقوياء ذهنيا لا يسعون لإرضاء الجميع ولا يحسون بالتعاسى إذا فقد الإجماع حول مسألة معينة نعم سعي الإنسان نحو الحصول على موافقة الآخرين ولضاهم ضمن المعقول أمر جيد ولكن إجهاد النفس بمحاولة إرضاء جميع الناس هي غاية لا تنال وسينتهي الأمر بذلك الإنسان نحو الإحباط واليأس حاول جهدك ولكن استمر رابعا الناس الأقوياء ذهنيا لا يخافون من اتخاذ القرارات التي تنطوي على شيء من المخاطرة يقتضي النجاح قدرا معينا من المخاطرة وكما ذكرنا سابقا فإن من لا يعمل خوف من الخطأ فهو لن ينجز أبدا وسيبقى على هامش الحياة ثامثا الناس الأقوياء ذهنيا لا يستغلقون في أحداث الماضي حلوه ومره الماضي مضى والعودة إليه لا تجدي إلا لاتخاذ العبرة وعدم تكرار الأخطاء غير ذلك لا ينفع ثادثا الناس الأقوياء ذهنيا لا ترهبهم نجاحات الآخرين بعض الناس يحسون بالغيرة عند نجاح زملائهم في العمل احرص على التفاعل إيجابيا مع نجاحات زملائك فهذه إشارة إلى نضوجك ثابعا الناس الأقوياء ذهنيا لا يتذمرون التذمر والشكوى للآخرين بالأخص إذا كانا صفتين ملازمتين للإنسان يشكل إزعاجا وهي إشارة إلى ضعف القدرة الذهنية احرص على أن تتقصى سبب المشكل الذي تعاني منه وحاول أن تقاربه أو تنزع فتيله عبضا عن كثة التذمر ثامنا الناس الأقوياء ذهنيا يمتلكون القدرة على شكر النعم يقول أحد الكتاب الغربيين جاف هيدن حول هذا الموضوع اقتنس القليل من الوقت كل ليلة قبل أن تضفئ النور في تلك اللحظة قم بوضع حد للتفكير في كل ما ليس لديك كف عن التفكير في ما لدى الآخرين وليس لديك ثم قم بالتفكير في ما لديك لديك الكثير من الأشياء بحوزتك ومن النعم لتكون من الشاكرين عندما تفكر بهذه الطريقة تتحس بالارتياح أليس كذلك؟ الشعور بالرضا عن نفسك هو أفضل وسيلة للجميع لإعادة شحن البطاريات العقلية الخاصة بك محاور النجاح الستة هي محاور أساسية أدعوكم لمراجعتها باستمرار لقد وضعت لكم العديد من الاستمارات والمستندات المساندة التي تساعدكم في رحة النجاح إن شاء الله أدعوكم للعمل الجاد تصلقوا سلم النجاح خطوة خطوة أحبوا أعمالكم قوموا مبكرين إلى أعمالكم بروح إيجابية راجعوا أخلاقيات العمل الإيجابية التي تكلمنا عنها ابتعدوا عن السلبية والسلبيين اغتنموا أوقاتكم احترموا زملاءكم ورؤساءكم والمؤسسات التي تعملون بها ولكن في نفس الوقت لا تسمحوا بالقيود أن توضع أمام السعة أفكاركم وطموحاتكم لا أستطيع أن أضمن لكم تحقيق جميع أهدافكم ولكن أنتم تستطيعون أن تضمنوا لأنفسكم الاستمتاع برحلة النجاح ورحلة السعي نحو النجاح إن شاء الله فمتعة المحاولة والسعي نحو الأهداف العالية قد تكون أهم وأرفع من تلك الأهداف نفسها آمل أن يكون هذا المساق بداية لقصص نجاح نستلهم منها للأجيال القادمة والسلام عليكم